هناخد اول حالة هدف الزمالك المبكر جدا ودي حاجة جميلة وفي توقيت روعة 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 عبدالشافي ابن العشرين اهو عبدالشافي اهو ابن العشرين منطلق من ناحية الشمال واتنين جوه المنطقة ونشن ولم اهو ادي لم كرت وطلع بيها الجو اهو دخل بيها اهو اهو وهيرفع بتاعته ودي مستنيه اوباما في الدقيقة اتنين هدف مبكر يخلي الدنيا جميلة عند الزمالك وصعبة عند الترجي بمنتهى الاتقان عبدالشافي وبمنتهى الروعة طلع في اوباما الفوق وحطها جميلة جميلة هدف مبكر جدا كان له فعل السحر على سير المباراة في الدقيقة 15 ايضا فرصة تانية لنادي الزمالك وانطلاقة حلوة جدا جدا من قلب الملعب وتسديدة روعة روعة من زيزو لكن علية فوق القائم فرصة للترجي في الدقيقة 19 طبعا الترجي فريق كبير من ناحية الشمال لم ودخل بيها لجوه وصلحها ومن لمسة واحدة جميلة 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 خلي بالك ابو جبل كان عملاق كعادته هذا الموسم متفوق على نفسه ابو جبل في الدقيقة 41 هجمة لنادي الزمالك من ناحية المين وتسديدة لكن فرصة ما اتضعشي فرصة ما اعتقد ده كان زيزو فرصة ما اتضعشي ما اتضعشي ابدا اه ده كان بن شرق انا اسف هناخده مرة تانية دي في الدقيقة 41 طبعا الكلام ده كله هناخده بالليل تاني لكن يعني بنتفرج مع بعض بن شرقي فرصة 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 ولو انها كانت عاملة ببندة في الارض ما كانتش تحت تسيطرته 100% وبعدين بعد كده الترجي جاب هدف التعادل من ضربة جزاء ده خلاها عبدالرقوف بن غيس في الدقيقة 54 وحطها متقنة جدا الحقيقة وهدف رائع جدا واحد واحد لكن رجال تزمالك كانوا عند الموعد مظبوط 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 وطبعا الفر هو اللي حسب ضربة الجزاء دي برضو بن شرقي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام احلى كلام احلى كلام هدف روعة روعة ايه الجمال ده بص منين بص منين بن شرقي حاجة بصراحة روعة 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 من دائرة السنتر من دائرة السنتر ودخل بيها في الديئة خمسة وتس في الديئة سوري 58 جميلة 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 على شمال الحارس منتهى الثقة والاتقان من بن شرقي ويرجع بقى بن شرقي يحط لنا بقى هدف تالت لكن الهدف ده بتلت جنسيات من عبدالله جمعة المصري اهو من ناحية شمال عبدالله هيحطها الساسي التونسي اهو لبن شرقي المغربي هط حب 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 روعة 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 تلاتة واحد تلاتة واحد يعني مش واحد صفر ولا اتنين واحد لا دول تلاتة واحد اتنين تلاتة حاجة عظيمة حاجة عظيمة لازم نفرح كلنا والله ولازم نفخر كلنا وهذه المباراة ستظل في الذكرى وفي التاريخ مباراة تحمل كل معاني الاراضة والقوة والسيطرة والامتاع والفن وتطفي بهجة قادمة يوم الخميس اللي جاي بين الاهل والزمالك بهجة اخرى قادمة بين الاهل والزمالك في ابو ظبي الجميلة بمشيئة الرحمن طبعا نادي الزمالك رايح مفعم بالاحساس القوي انه بطل السوبر افريقي والاهل يبقى دائما هو الاهل بجباء بعلوه ورقيه وتصدره للدور العام ووجوده في دور في دور التمانية في الدور الافريقي وتاريخه العظيم في كل البطولات ومن هنا ستكون مباراة بمشيئة الرحمن على اعلى مستوى بس عايزينا بقى جماهريا كمان تبقى حلوة طبعا هناك خلاص فيه نضباط مليون المية وهنتكلم بعد شوية لكن خلينا نتأكد مليون المية انه احنا عايزين نتحلى هنا هنا بالروح الحلوة صدقوا لي والله يا جماعة افرح زي ما انت عايز وعايز تناغش شوية ناغش بس من غير خروج عن المقلوب عايز تناغش شوية مناغشة مطلوب شوية مناغشة احنا هنقطعكم يا عم فوكك نحن الخميس ده انتو فاكرين جن لا بس اوعى كل ده لطيف في المطلوب حلو 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 لكن يعني ما يبقاش الكلام تقيل عايز تقول حتى لعبت الزمالك في المطار قالك دور الاهل جاي ماشي احيي حيي دور الاهل جاي مش وحش لطيف فيها مناغشة لطيف والاهل يقول لهم اهلا بيكو سوا بيكو معاكو حاجات كترة ماشي كل ده لطيف لكن ما نخرجش عن المألوف والأتر ما نخرجش عن المألوف والأتر ونبقى دائما اه اه صحاب صحاب بجد بجد يعني طيب موسيقى